شهدت الفترة الأخيرة خلافات حادة بين شركاء الانقلاب على الشرعية في اليمن بسبب الصراع على السلطة وبعد سنوات من محاولة الحوثي وصالح التكتم على هذه الخلافات إلا أنها وجدت طريقها إلى السطح بعد أن تعالت أصوات وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بما وصفوه بمحاولة ميليشيات الحوثي إقصاءهم والاستحواذ على السلطة وموارد الدولة وفي آخر حلقات هذا الخلاف أكد صالح أن الحوثيين لم يحترموا اتفاق الشراكة بتشكيل ما يعرف بالمجلس السياسي مضيفا أن اللجنة الثورية التابعة للحوثيين والموالية لإيران لم تنتهي بحسب الاتفاق بين الطرفين انقلاب هناك لجانة إشرافية اللجنة الثورية التي اتفقنا على أنها تنتهي مهمتها بتشكيل المجلس السياسي وحكومة دينجان اتفقنا على هذا الأساس لكن الذي يمارس أن اللجنة الثورية تسيطر على المجلس السياسي العلا في الميدان أي قرارة يسيطرها ومش متفق مع اللجنة الثورية بتلغى ولا تنفق الحكومة برأسة بن حبتور وهي الذي كما قال عبد الملك أنها حكومة تفعلنا بها في حكومة فوق الحكومة وهي المكتبة التنفيذية التابعة لإخواننا في أنصف الله إذن كيف تشتغل الحكومة أزمة في صنعاء تكاد تكون الأعمق منذ تحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبد الله صالح وانقلابهما على الدولة اليمنية الخلافات بين طرفي الانقلاب اليوم وصلت حسب كثيرين إلى نقطة لا عودة وباتت القيادات العليا في كلا الجانبين علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي تعبر عن هذا الصراع فخطاب الحوثي الأخير اتهم مباشرة حليفه الرئيسي صالح بما سماه تقويض الجبهة الداخلية مؤكدا أن جماعته تتلقى طعنات في الظهر من قبل حلفائهم رد حزب المؤتمر على اتهامات عبد الملك الحوثي كان سريعا وجاء على لسان الأمين العام للحزب عارف الزوكا في لقاء تنظيميا بمحافظة حجة قال فيه إن حزب المؤتمر لديه ثوابت ولا يبيع الوطن في إشارة إلى الحوثيين الذين ينفذون أجدة إيران في اليمن لزعزعة أمن المنطقة وتشهد العاصمة صنعاء توترا وحجدا لم يسبق لهما مثيل بين طرفي تحالف الحوثي وصالح في ظل استعدادات أنصار صالح للاحتفال الخميس المقبل في ميدان السبعين بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس حزب المؤتمر كما أن الحوثيين دعوا أنصارهم للاحتشاد أيضا عند مداخل صنعاء في ذات اليوم تحت شعار التصعيد مقابل التصعيد وتزاد الأزمة في صنعاء توترا مع اقتراب موعد مهرجان السبعين فمنذ يومين كثفت ميليشيات الحوث انتشار أفرادها في الجزء الشمالي من صنعاء وعززت من نقاط التفتيش بالمقابل بدأت قوات من الحرس الجمهوري الموالية لصالح الانتشار في ميدان السبعين بصنعاء لتأمين مهرجان أنصاره فضلا عن نشر قوات ونقاط تفتيش في الجزء الجنوبي من صنعاء ومع تأزم الوضع أقدم الحوثيون على تمزيق صور علي عبدالله صالح ولافتات تعبر عن موقف حزبه التي رفعت في شوارع صنعاء وفي الوقت الذي تسعى فيه قيادات حوثية لممارسة الضغط على زعماء القبائل لإقناعهم بعدم المشاركة في المهرجان عقد صالح لقاءا مع مشايخ محافظة صنعاء وعمران دعاهم للمشاركة في المهرجان وتأمين وصول الحشود القادمة من محافظات أخرى وأمام هذا الوضع المتأزم في صنعاء شكل علي عبدالله صالح غرفة عمليات طوارئ لإدارة الترتيبات الخاصة بمهرجان السبعين وتضم ثمان شخصيات عسكرية وسياسية وأمنية بينهم اثنان من وزراء حكومة الإنقلاب معنا من عمان الكاتب الصحفي السيد عبدالناصر المودع ومعي من القاهرة الكاتب والبحث السياسي السيد عبدالله إسماعيل أبدأ بداية مع السيد عبدالناصر المودع سيد عبدالناصر حدة الخلافات في هذا التوقيت بين رئيس سابق علي عبدالله صالح وبين الحوثيين أصبحت في أوجهها استمعنا طبعا إلى الحديث عن المجلس السياسي استمعنا إلى الحديث عن التبعية لإيران يعني بعض القضايا التي لم تكن تطرح في أوقات سابقة من الأزمة اليمنية بوجهة نظرك إلى أي درجة وصل الصراع أين نحن الآن من الخلافات التي تم الحديث عنها خلال السنوات الماضية كما ذكر في التقرير هذه تعد أوج الصراع بين الحوثيين وصالح لأول مرة يظهر الصراع بهذا الشكل العلني نعرف منذ البداية أن التحالف بين صالح والحوثي هو تحالف هش لا يجمعهم شيء هو تحالف ضرورة وجد طرفان نفسيهما أمام خصوم مشتركين ومن ثم أصبحوا في حالة تحالف لمواجهة هذا الخطر ولكن خلال الفترة الماضية كان الحوثي هو المسيطر فعليا على مؤسسة الدولة من خلال اللجانة الثورية التي سيطر بها منذ أن دخل إلى صنعاء أصبحت المؤسسات جميعها تقريبا وتحديدا المؤسسات الخشنة مثل العمن والجيش والمخابرات وغيرها أصبحت في يد الحوثي صالح وفريقه كانوا خلال الفترة الماضية مهمشين ومستبعدين إلى حد كبير من اتخاذ القرارات عندما تم تشكيل المجلس السياسي كان صالح يؤمل بأنه سيستعيد جزء من السلطة من خلال المجلس السياسي والحكومة التي انبثقت عن هذا المجلس ولكن اتضح بأن الحوثيين لم يكنوا راغبين بأن يتنازلوا ولو قليلا عن السلطات التي استحوذوا عليها المجلس السياسي وكذلك الحكومة تدار كما ذكر صالح نفسه من قبل المشرفين الحوثيين الذي هو تنظيم سري علني يرتبط مباشرة بالقيادة الحوثية وليس له علاقة بأي مؤسسات من مؤسسات الدولة بما فيها المجالس والحكومة التي أعلنت فيما بعد هذا كله يشير إلى أن صالح من خلال هذا الحجد أراد أن يستعرض قوته أراد أن يوصل رسالة للحوثي وللخارج بأنه أنا هنا لازلت قوي أنا لا زال لدي شعبية ولا زال لدي جماهير هذه الرسالة الحوثي لا يريد صالح أن يوصلها بالشكل الذي يريده صالح طيب أستاذ عبد الله هذا الخلاف على حدتها الآن هناك سؤال آخر يطرح أيضا هل هذا الخلاف هو على المستوى السياسي بين القيادات أم أنه ممكن أن يتحول على مستوى الشارع ندرك جميعنا يوم الخميس القادم سيكون الذكرى الخمسة والثلاثين لتأسيس حزب المؤتمر والذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح هل ممكن أن تقع مواجهات أن يكون هناك خلاف وصراع على مستوى الشارع أولا موضوع الخلاف كان الحديث عنه منذ وقت مبكر وهو كان نتيجة كبيرة وواضحة لاختلاف المشروعين مشروع وأهداف كل طرف من أطراف التحالف الانقلابي وبالتالي نحن توقعنا منذ البداية أن يصل الأمر إلى الطلاق الذي تحدث عنه رئيس الحارس الثوري اليمني أو اللجنة الثورية العليا في اليمن الأمر الآخر الحوثي علي عبدالله صالح فوجئ بما عمله الحوثي في إطار السيطرة الكلية على كل مراكز القوى وخاصة ما ذكره ضيفك الكريم من مراكز القوى الخشنة نتحدث عن الأمن نتحدث عن الجيش مؤسسات الدولة أيضا الإيرادة المالية وبالتالي أعتقد أنه استطاع أن يفرغ علي عبدالله صالح من كثير من أوراقه العسكرية والأمنية وأيضا التأثير المباشر في صناعة القرار في داخل الحكومة وبالتالي أنا في تصوري أنه لن يكون هناك ذهاب إلى صدام لم يعد لدى علي عبدالله صالح إلا الورقة السياسية التي يمكن أن يلعب بها وهي ورقة في كثير من الأحيان لا تؤدي إلى انتصار في معركة ما مواجهة ربما يحدث بعد لقاء الخميس ربما تحدث مواجهات محدودة ربما تحدث أيضا هناك من يتوقع أن يكون هناك السهدافات لعناصر من التابعين علي عبدالله صالح ربما يكون هناك اغتيالات وهذه كانت موجودة في السابق ربما تزيد السهداف القيادات الموالية لعلي عبدالله صالح لكن ما بيد علي عبدالله صالح هو ورقة واحدة هل سيستطيع أن يستخدمها استخداما صحيحا هل يمكن أن يهدد بالانسحاب من حكومة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني هل يمكن أن يسحب وزراءه وبالتالي يلغي أو يكشف الحوثي في الإطار السياسي والشراكة أتوقع أنه حتى ليس قادرا على ذلك لا نجد إلى الآن أي مسوّغات أو مؤشرات على أن علي عبدالله صالح يمكن أن يقوم بخطوة كبيرة في اتجاه ربما استخدام هذه الورقة بشكل واضح طيب سيد عبدالناصر المودع اليوم الخلاف يبدو أنه مرتبط بمن يظهر إعلاميا أو على الساحة هو له العدد الأكبر من المناصرين استطاعته على الحشد وما شابه لكن هل تعتقد المسألة محصورة هنا بهذا الأمر في هذا التوقيت أم أنه لربما هناك تكتيك آخر للرئيس علي عبدالله صالح في هذا التوقيت بالذات وفي هذه الذكرى بالذات يعني يبدو أن الرئيس السابق صالح يريد من خلال هذا الحشد توجيه أكثر من رسالة وتحقيق أكثر من إنجاز هو يريد أن يوضح للحوثي بأن لدي شعبية كبيرة وبأن لدي أنصار كثر وبأنك تحتاج لي وتحتاج لهؤلاء الأنصار في نفس الوقت هو لا يمكن أن يقفز خطوة إلى الأمام بمعنى أن يواجه الحوثي وأتفق مع ما ذكره الأخي عبدالله اسماعيل من أن صالح في الوقت الحالي هو في موقف ضعيف هو يمتلك الشعبية يمتلك النفوذ ولكنه لا يمتلك السلطة أيضا أنصار صالح ليسوا بنفس التنظيم العسكري والأيدولوجي الصارم كما هو حال أنصار الحوثي أنصار الحوثي رغم أنهم كله ولكنهم أكثر فاعلية من ناحية العمل العسكري إضافة إلى أن صالح وشخصية صالح لا يميل إلى المغامرة ويخشى الدخول في المواجهات المباشرة ويفضل العمل السياسي على العمل العسكري المباشر ولهذا بينما الحوثي من ناحية الحوثي الذهنية التي تسيطر على قيادة الحوثي هي ذهنية الميليشيا وذهنية العمل العسكري المباغت ولهذا صالح هو في موقف الدفاع ويخشى الحوثيين كما أنه في صنعة تحديدا هو تحت رحمة الحوثيين إلى حد كبير لهذا السبب أعتقد بأن صالح يفضل فقط استخدام الحشود استخدام توجيه الرسائل محاولة التعبية المعنوية لدى أنصاره أكثر من ذلك ليس بإمكان صالح الأقدام على أي خطوة أخرى خاصة وأن ظهره مكشوف للخارج ليس لديه أي حليف خارجي السعودية كما تعرف هي في حالة عداء معه في الداخل ليس لديه سوى أنصاره في الداخل وبالتالي لا يمكن أن يقدم على خطوة المواجهة مع الحوثيين فيما الحوثيين من الممكن أن يقدموا على هذه الخطوة رغم أنه من مصلحتهم كما يبدو أن يبقوا على هذا التحالف خاصة وأن هذا التحالف لا يخسرهم شيئا السلطة الفعلية لا زالت بأيديهم والقرار النهائي بأيديهم وبالتالي هم مستفيدين من وجود هذه الشراكة الوهمية ليعلنوا للعالم والآخرين في الداخل والخارج بأننا نقبل بالشراكة لكنهم في حقيقة الأمر هي حركة شمولية لا تقبل بأي نوع من أنواع الشراكة بما في ذلك الشراكة مع من يسمى بين قوسين حليف لهم كما هو حال الرئيس السابق صالح طيب سيد عبدالله هناك انتقاد كبير رأيناه في كلمة رئيس السابق علي عبدالله صالح تحدث عن موضوع المجالس الثورية أن هذه حكومة ما تسمى حكومة الوفاق التي ينشأوها مع الحوثيين ليس لديها أي قوة ليس لديها أي سلطة مثل هذه الأحاديث لكن أيضا أثناء الكلمات في وقت لاحق من نفس هذه الخطبة قال لا يوجد خلاف من يروج للخلافاتهم الآخرون يعني مثل كيف تفسر هذه التضارب أو هذا التضارب في نفس هذه الخطبة يعني هناك أمر لافت جدا وهو عندما تقارن بين خطاب عبد الملك الحوثي وخطاب صالح سترى أن خطاب الحوثي ينطلق من منطلق الهيمنة من منطلق المسيطر من منطلق فكرة الأيدولوجيا المتعمقة في تفكير الجماعة الشمولية الجماعة الحوثي التي لا تقبل كما ذكر ضيفك الكريم أن يكون هناك شركاء وأنداد وإنما تابعين وبالتالي هم يرون على عبد الله صالح على أنه فقط محلل لإسقاط الدولة اليمنية قدم وكان للأسف الشديد في جريمة نكراء سلم الجمهورية اليمنية ومؤسساتها للحوثيين ثم بعد ذلك بدأ يبحث عن دور هذا الدور لا يمكن أن يعطى له من قبل الحوثيين وكان واضحا في كلمة عبد الملك الحوثي أنه يتحدث بفوقية يتحدث بأنه هذه الشراكة هي شراكة ممنوحة وبالتالي فليحمد الله علي عبد الله صالح على أننا تحالفنا معه وأن يقبل بكل شيء خطاب علي عبد الله صالح كان واضحا أنه يؤكد كل ما تحدثنا عنه في السابق أن المسيطر هي جماعة الحوثي هي المسيطرة على المجلس السياسي هي المسيطرة على المال هي المسيطرة أيضا على السلاح هي المسيطرة على الأمن ومسيطرة أيضا على القرار فيما يخص إدارة الدولة وهو يؤكد هذا الأمر لكنه للأسف الشديد يمارس الدور الذي مارسه منذ بداية إهانة الحوثيين لقيادات المنتمهة لعبد الله صالح كلما ارتفعت أصوات القريبين من علي عبد الله صالح وأتباع علي عبد الله صالح من الصحفيين وكذا في الشكوى من تعاملات الحوثيين وتصرفاتهم كان الرجل يدعو إلى التهدئة ويدعو إلى أنه تجاوز الأمر ونحن لسنا في خلاف وبالتالي هذا أمر بالفعل هو أمر متناقض تماما هو يؤكد للأسف أن علي عبد الله صالح ما زال يحاول الحوثيين يستخدمه قفاز للانتقال ربما إلى صورة جديدة من الشراكة والتابعية وليست الشراكة الندية طيب سيد عبد الناصر مودع يعني من أهم ما يطرح في هذا التوقيت استراتيجيا هناك خلاف كبير بين علي عبد الله صالح والحوثيين هناك الذكرى الخامسة وثلاثين كما قلنا لتأسيس حزب المؤتمر وهناك فرصة حقيقية لإيجاد لقاء يعني التقاء حتى ما بين الشرعية وعلي عبد الله صالح كانت طرحت هذه الأفكار في أوقات مختلفة لكن بالنسبة للحكومة اليمنية هي ساكتة تماما لا يوجد أي استراتيجيات لا سياسية ولا مبادرات حتى في هذا الإطار لماذا لا يكون هذا؟ يعني هناك مشكلة في الشرعية منذ بداية الحرب كان هناك رغبة لدى أطراف داخل الشرعية بأن يؤدي تدخل الخارجي إلى إضعاف علي عبد الله صالح أو هزيمة علي عبد الله صالح وهزيمة الحوثي بمعنى أن الأطراف في الشرعية مثل حزب الإصلاح والرئيس هادي يشعرون بأن صالح هو خصم بالنسبة لهم وهو عدو ولديهم رغبة بأن يسحق صالح ولهذا منذ البداية ألبوا دول التحالف على صالح وأيضا على مؤسسات الدولة الجيش والأمن وهو ما استفاد منه الحوثي الحوثي جير هذه المؤسسات لصالحي بعد أن أصبحت مستهدفة وجير جزء من أتباع صالح لصالحه بسبب أنه صالح أصبح في خندق وضعه في خندق واحد ولهذا الشرعية كما ذكرت لك أطراف منها لا ترى بأن لديها مصلحة بأن تتحالف مع صالح لأنها تخشى صالح أكثر مما تخشى الحوثي البعض يفكر بأن الحوثي يبقى ممثل للشمال أفضل من أن يكون صالح لأنهم يعتقدون بأن صالح سقف اهتمامه اليمن أو الجمهورية اليمنية بينما الحوثي يرون بأن سقف اهتمامه اليمن الشمالي ولهذا هناك تعقيدات كثيرة تحول دون أن يلتقي صالح مع هذه الأطراف ولهذا نجد أن المشهد بهذا التعقيد وبهذه الصعوبة وهذا الأمر يجعل من الصعوبة بمكان حل حلة المشهد الجامد الآن على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري طيب سيد عبدالله اسماعيل بالنسبة لعلي عبدالله صالح هو دائما كان يردد رغبته في الحوار مع المملكة العربية السعودية وهي في رأس طبعا قيادة التحالف العربي اليوم هناك خلافات كثيرة ما مدى إمكانية وجود مثل هذا النوع من التقارب أو حتى التحاور التقارب مع العبدالله صالح بعيدا عن الحوثيين وتعميق هذا الشغاق مع الحوثيين هل ممكن أن يحدث مثل هذا الأمر يعني أولا لا بد أن نشير إلى أن علي عبدالله صالح هو من يعاني الحوثيين على إسقاط الدولة هذا الأمر لا بد أن يكون واضحا ليست علاقة علي عبدالله صالح لاحقة بالحوثيين بعد إسقاط العاصمة صنعاء وإنما كانت مكملة لمهمة الحوثيين منذ خروجهم من دماج ثم عمران حتى وصولهم إلى صنعاء وإسقاط الدولة والسلام يعني ونهب معسكرات الدولة وأسلحتها وبالتالي وتسليم المعسكرات نحن لا ننسى تلك اللحظات الفارقة في حياة أو في تاريخ اليمن في 2014 أعتقد أنه ماذا يمكن أن يقدم علي عبدالله صالح في إطار أن يثبت أنه ربما يكون عاملا حقيقيا إذا كان في لحظة قوته استسلم أو سلم للحوثيين هل يمكن أن يقدم شيئا ما يقنع سواء كانت الحلفاء في الداخل أو في الخارج أنه يمكن أن يكون مؤثرا في لحظة الضعف كما نراها الآن نحن لا نقرأ الآن في علي عبدالله صالح تلك القوة التي لا تتجاوز فقط إلا مسألة قدرته على التحشيد وأنا أعتقد أن التحشيد مهما كان كبيرا ومهما كان عاليا ومهما كان الصوت مرتفعا لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في الواقع العسكري والأمني بشكل حقيقي هؤلاء المحتشدون منهم منهم بالفعل يتبعون علي عبدالله صالح أو يحبون علي عبدالله صالح ومنهم من تأتي به المصلحة هناك كثير من هذه الأمور وبالتالي القدرة على التحشيد ليست الرسالة التي يمكن أن ينتظرها حلفاء آخرين للدخول مع علي عبدالله صالح ربما في تفاهمات ماذا يمكن أن يقدم علي عبدالله صالح ليكثر عن ذنب إدخال الحوثيين والتحالف معهم منذ البداية لأنه لا يمكن أن ينسى أحد أنه كان جزءا أصيلا فيما حدث في 2014 طيب ابقى معي أستاذ عبدالله إسماعيل وأستاذ عبدالناصر المودع نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونستمر في حوار المسأل نواصل الحوار مع ضيفينا معي من عمان الكاتب الصحفي السيد عبدالناصر المودع ومن القاهرة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبدالله إسماعيل أبدأ بداية مع أستاذ عبدالناصر المودع أستاذ عبد الناصر اليوم حتى في حوار علي عبد الله صالح أو في خطابه تحدث عن قرب الحوثيين لإيران وهذا أمر كان يعتبر مستجد لأنه خلال الحوارات المختلفة له سواء الإعلامية أو حتى أمام الحشود التابعة له قال إيران غير موجودة في اليمن هي غير موجودة في صنعاء ليس لها أي تداخل مع المتمردين كيف قرأت هذا التغير الفكري الذي يريد أن يؤسس له علي عبد الله صالح الحقيقة أنا لم أسمع بالضبط من ما قال علي عبد الله صالح أنه ذكر إيران ولكن علي عبد الله صالح في قرارة نفسه يدرك بأن إيران ورى الحوثي هو اتهمهم في السابق عندما كان في حالة حرب معهم بأنهم أداة إيرانية وبأنهم عملاء لإيران وغيرها من النعوت الذي هو خلال فترة التحالف الشكلي بينه وبين الحوثيين حاول أن ينفي عنهم هذه الصفة ولكنه يدرك تماما أنهم أداة من أدوات إيران ربما أتت هذه التهمة ليس من علي عبد الله صالح مباشرة ولكن ربما من أعضاء المتمر الشعبي بشكل عام علي عبد الله صالح يدرك أن الحوثي أداة إيرانية بكل المقاييس علي عبد الله صالح في لهجته اليوم كانت هي أعلى لهجة يوجهها تجاه الحوثيين ولكن أيضا في نفس الخطاب علي عبد الله صالح وجهها الرسالة مختلفة قال نحن لسنا في حالة خلاف ونحن في حالة صراع مع الحوثيين وطبعا هذا هو علي عبد الله صالح علي عبد الله صالح هو شخصية يحب أن يوجه رسائل متناقضة في نفس الخطاب لأكثر من طرف هكذا نعرفه خلال خطاباته حتى وهو كان في السلطة في نفس الخطاب يوجه رسائل متناقضة بحيث أنه يجعل المتلقي في حالة ذهول ولا يعرف ماذا يأخذ هل يأخذ التصريح في الجملة الأولى أم يأخذ التصريح الآخر المناقض له ولكن لأنه في وضع ضعيف في تعامله مع الحوثيين هو يحاول أن يخفف من لهجته عندما يشير إلى أنه ليس هناك من صراع مع الحوثيين في نفس الوقت هو كان لهم تهم اتهمهم بأنهم خلوا بالاتفاق عندما شكر المجلس السياسي وشكرة الحكومة وهذا هو أخطر اتهام يتهمهم بهذا الوضوح حتى الآن لكن يبدو أنه ليس لديه أكثر من ذلك في الوقت الحالي فقط هو يريد أن يوصل هذه الرسائل لأنصاره للمزيد من الدعم والحشد إلى جانبه ليس إلا سيد عبد الله اليوم هناك حديث كثير أيضا عن القبائل اليمنية التي يقال أن هناك توجيه لعدم مشاركتهم هذا الحشد يوم الخميس القادم هناك توجه لعلي عبد الله صالح في دعوتهم إلى ذلك ما رأي القبائل اليمنية أيضا موجودة سواء في صنعاء أو خارج صنعاء وما نسبة ولاءاتها سواء لعلي عبد الله صالح أو الحوثيين يا أخي أصبحت موضوع أو أصبح موضوع القبيلة في اليمن ليس بذلك الموضوع الذي يمكن أن يكون له توصيف واحد كل قبيلة هي منقسمة هي أيضا مخترقة من كل الأطراف يعني لا يمكن أن نتحدث عن قبيلة معينة أو ربما حتى عن منطقة معينة أنها كلها مع علي عبد الله صالح أو كلها مع الحوثيين أو كلها مثلا تعاد الشرعية يعني وبالتالي الحديث عن موضوع القبائل بشكل عام أصبح أعتقد وخاصة في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ اليمن وهذا الوضع الدقيق من تاريخ اليمن ليست مقياسا ليست دقيقة إلى حد كبير وبالتالي اختراقات الحوثي للقبائل وللمناطق هي اختراقات عقدية وهي أكثر تأثيرا وأكثر عملياتية ربما من تأثيرات علي عبد الله صالح التي اختراقاته للقبائل مصلحية يعني هناك شبكة مصالح علي عبد الله صالح في القبائل وفي بعض المناطق لكن الحوثي اخترق أيضا عقديا ومذهبيا وربما أيضا أيديولوجيا وبالتالي هناك صراع هذا الصراع هو قسم القبيلة ولا يمكن لأحد أن يقول أن هناك قبائل ستذهب للاحتشاد لعلي عبد الله صالح برمتها وأن هناك قبائل ستذهب للاحتشاد لعبد الملك الحوثي أو ستواجه صالح هناك لحظة حرجة هناك كثير من الغموض هناك كثير أيضا من تعدد الانتماءات والعمل على تفتيت المجتمع اليمني وهذا هو أخطر ما حدث خلال الفترة الماضية من انقسام مجتمعي كبير على أسس كثيرة ومتباينة وليس حتى متفقة وليس هناك مشروع وطني الآن في اليمن هناك مشاريع تتصارع هذه المشاريع لا يمكن أن تلتقي على أي حال ونحن أيضا كنا نتحدث عن مشروعين لطرفي الانقلاب مشروع الحوثي الذي يتعدى اليمن ومشروع علي عبد الله صالح الذي كان انتقاما سياسيا ومحاولة العودة للمشهد والنتيجة أن هذين المشروعين لم يلتقيها ولا أعتقد أنهم سيستمران طويلا طيب دعونا نذهب إلى هذا الخبر ضيوفي من عدن إذا أعلنت مصادر أمنية يمنية تمكن قوات أمن عدن وبإسناد من مقاتلات تحالف العربي من إفشال مخطط لقيادات موالية لجماعة الإخوان المدعومة من قطر وكان يهدف إلى إثارة الفوضى والسيطرة على مقرات أمنية في منطقة خور مكسر وسط عدن أعود لأستاذ عبد الناصر الآن هناك تهديد حقيقي وكبير أيضا كبير الحجم في الجنوب اليمني خصوصا في عدن بعض المناطق حزب الإصلاح ذراع الإخوان المسلمين والذي تديره قطر أو هم يديرون قطر لا ندرك في الواقع ما أهمية هذا يعني ما كبر هذا التهديد ماذا يمكن للحكومة اليمنية فعلها أمامه لأن هناك أطراف كثيرة في الحكومة وفي الرئاسة تتبع لحزب الإصلاح في نهاية الأمر يعني كيف رأيت هذا الموضوع يعني كما ذكرت حزب الإصلاح هو جزء من السلطة الشرعية القائمة وهو أداه من الأدوات الرئيسية الآن في مواجهة الحوثي وخاصة في المناطق الشمالية وتحديدا في مارب والجوف وبالتالي أيضا أعضاء من الحكومة هم من حزب الإصلاح يعدوا حاليا هم الحليف الرئيسي للرئيس هادي وتحديدا أيضا نائب الرئيس هو قريب إلى الإصلاح وبالتالي يصعب الآن الحديث بأن هناك صراع بهذه الصيغة كما أن حزب الإصلاح أيضا له تواجد في الجنوب وفي كثير مناطق اليمن تواجد علني الحديث عن خلايا إرهابية تتبع الإصلاح فيها الكثير الآن هي ضمن المهاترات والممحكات السياسية أكثر من كونها على الأقل في الوقت الحالي في مناطق الجنوب في مناطق الجنوب هناك قوى سياسية لديها موقف معارض لحزب الإصلاح ومعادية لحزب الإصلاح بينما حزب الإصلاح كما ذكرت لك هو جزء من الحكومة عضاء من حزب الإصلاح الذي هو موزراء يذهبون إلى عدن نعم لكن ضرورة وهناك حديث الآن أستاذ عبد الناصر وهذا ما يتم الحديث عنه في النهاية حزب الإصلاح يتبع الإخوان المسلمين تحالفه التنظيم الدولي مع قطر واضح وهناك بعد كبير الآن مع قطر بسبب المقاطعة ما تم الكشف عنه من خلايا هو تدمير دور التحالف داخل الجنوب اليمني يعني لا أعرف بالضبط خلفية هذا الكشف الأمني نعرف أن هناك بعض المعلومات يكون لأسباب سياسية بحتها ولكن كما ذكرت لك لا يمكن أن يقال بأن حزب الإصلاح الذي هو جزء من الحكومة والذي الآن يتم الحديث بأن هناك عودة للحكومة كاملة واجتماع لأعضاء مجلس النواب بما فيهم أعضاء حزب الإصلاح سيكون في عدن لا أعتقد بأن الأمر بهذا الشكل يمكن فهمه بأن هناك خلايا إرهابية تتبع حزب الإصلاح طبعا حزب الإصلاح الأخوان المسلمين هم جزء من حزب الإصلاح وهم المكون الرئيسي لحزب الإصلاح رغم أن حزب الإصلاح يدعي أنه ليس له علاقة بالأخوان المسلمين ولكن من يعرف الحياة السياسية الأخوان المسلمين هم المكون الرئيسي لحزب الإصلاح طيب أظن أن هذا الحديث هو ضمن الصراع السياسي في الجنوب تحديدا وتصفية حسابات خاصة بصراع القوى في الجنوب طيب أستاذ عبدالله إسماعيل حسب الأخبار الواردة في الواقع حزب الإصلاح الآن يحاول ضرب جميع ما تم تشييده وإقامته والتطور الذي يحصل في عدن وكثير من المناطق حول السيطرة على خور مكسر ووسط عدن ماذا يمكن للحكومة اليمنية فعله في هذا الإطار ومخاطر هؤلاء على الشرعية هناك لنكون واضحين وشفافين الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح وجد نفسه بعد أزمة قطر في ورطة حقيقية بين علاقته مع قطر المعروفة وبين موقف الحكومة الشرعية الذي سند إلى موقف الدول المقاطعة والمحاربة للإرهاب في إعلان المقاطعة لقطر وبالتالي هذا التناقض أوجد أيضا تناقضا في خطاب التجمع اليمن الإصلاح وفي خطاب الإخوان المسلمين القيادات أعلنت أنها تقاطع قطر لكنها سمحت لأدواتها الإعلامية وسمحت لعناصرها والقيادة الوسطى والناس الذين يتحدثون في الإعلام لتشويه دور التحالف العربي في اليمن وللانتصار لقطر بل وصلت إلى مرحلة أن تسمي التحالف العربي بالتخالف العربي وتحدثت وسائل الإعلام تابعة للأسف للإخوان المسلمين وللإصلاح على أن هناك جرائم للتحالف في اليمن شككوا أيضا في أدوار دول للتحالف في اليمن في الداخل وحاولوا أن يشوهوا هذه الأدوار وأن يعلنوا كثير من الإشاعات أعتقد هذا كله كان واضحا في الفترة السابقة ولا يستطيع أحد إنكاره في ظل أن هذه الجماعة وهذا الحزب هو حزب معروف أنه لديه تراتبية في الخطاب ولديه تراتبية أيضا في التعليمات لا يمكن أن يحدث هذا التناقض إلا بشكل واضح وبتوجه واضح وبالتالي أعتقد أن هناك بالفعل ثبت أن هناك تحركات في أكثر من مكان هناك إلى حد ما تأخير بعض الجبهات نتيجة لهذا الخلافة للأطارة هناك أيضا محاولة للتشويه ولمحاولة لضرب التحالف العربي وتفكيك التحالف العربي في أكثر من مرة وفي أكثر من خطاب ولهذا أنا لا أسبعد أن يحدث منذ لذلك لكن ما يهم الآن هو أن يكون هناك جهد من قبل الحكومة الشرعية في إيجاد التزامات صارمة أمنية وعسكرية لتحييد مثل هذه التصرفات وكشف أفعالها بشكل واضح أشكرك كان معي من القاهرة الكاتب والبحث السياسي سيد عبد الله إسماعيل ومن عمان الكاتب الصحفية السيد عبد الناصر المدع شكرا جزيلا لكم